اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا شك أن قصص القرآن الكريم مليئة بالعبر ففيها تسلية للمحزونين وتثبيت للمترددين الحائرين يقول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فإذا كانت القصة تثبيتا لفؤاد وقلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فهي من باب أولى كذلك لمن هم دونه ولا تزال هذه القصص نبراسا وقدوة لكل مؤمن عاقل وستكون بدايتنا بمشيئة الله مع قصة عجيبة من هذه القصص القرآنية التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسبوا إليه فيما بعد إنهم أصحاب الكهف أو أهل الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم حيث قال الله تعالى في حقهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن تسمى ترسوس وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ويسجدون لها ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها المدعو أدونيا بيلاتوس متهم بازدراء كبير الآلهة وإهانته لآلهتنا المقدسة والامتناع عن تقديم القرابين كما أنه يتبع دينا آخر غير دين الإمبراطور الأعظم أدريانوس وبناء عليه فقد حكم عليه بالموت صلبا كي يكون عبرة لغيره ممن ينكرون آلهتنا ولا يقدسونها أقتلوه أسلموه الموت لك أيها الخائن ولكن من رحمة حاكمنا المبجل ديقينوس أن أوصى بتخفيف العقوبة شريطة أن تعلن توبتك وترجع عن عقيدتك الفاسدة أدونيا هل تمتثل وتعلن توبتك؟ أدونيا هل سمعت ما أقول؟ نفذ الحكم يا ولدي يا ولدي يا ولدي الحبيب أدونيا ولدي أعلن توبتك يا ولدي أعلن توبتك لقد وعد الحاكم بتخفيف العقوبة لو أعلنت توبتك توب يا ولدي توب ويدلنا أيضا على رفاقه المارقين هيا يا ولدي تكلم لا تتركني أتعذب لا تتركني أتعذب وأنا أراك معلقا هكذا تنهش الجوارح جاسدك تكلم يا ولدي اطمئني يا أمي ولا تحزني فلا ألم بعد الموت ما الجسد إلا ثوب نخلعه عنا حين الرحيل لا تتركني وحدي يا دنيا لا تتركني وحدي لمن أعيش من بعدك يا ولدي لا تبكي يا أمي أرجوك فأنا ذاهب إلى عالم آخر أفضل من عالمكم إلى جوار ربي الواحد الأحد خذوه ونفذوا العقوبة ولدي أدون يا ولدي أقتلوه أسلموه هكذا كان الحال في تلك المدينة البائسة مدينة يحكمها الخوف وكان القليل من المؤمنين يغمسون خبزهم في الحزن ويأكلون أما الهمس الذي يدور بين جدران البيوت فكان يتردد في خوف حيث ينتشر جواسيس الحاكم ثم ما يلبث هذا الهمس أن يذوب في أصداء الصمت لا تخشوا شيئا إنه أحد الرفاق لم أستطع مساعدته إن الجنود منتشرون في كل مكان مسكين أيها العزيز أدونيا وأين باخ الرفاق ذهب كل منهم إلى داره خشية أن يفتضح أمره كم قتل هذا الطاغية من المؤمنين الكثير قتل الكثير لقد أقسم أن يقتل كل من يدخل في الدين الجديد لابد أن نقلل من لقاءاتنا فأخشى أن يحل بنا ما حل بالمسكين أدونيا نعم فالأمور تسير نحو الأسوأ وهل عاد ماكس ميليون إلى المدينة أخفض صوتك لا تنطق اسمه مرة أخرى هل فهمت؟ فلننصرف قبل أن يفضح نور النهار أمرنا آه إلهي اغفر لي ذنوبي فقد عصيتك كثيرا كنت أعيش في ضلال أجرمت في حق الكثيرين ولم تأتني هدايتك إلا حينما شئت إلهي إرحمني واغفر لي أريني علامة غفرانك كي تزول آلامي وينتهي عذابي ها؟ أدونيا؟ سيدي مكسيميليون صل من أجلي يا سيدي فإني أتعذب وأخشى أن لا يغفر الله لي أيها العزيز أدونيا لا تبتأس ادعو أنت لي وصلي فستحل قريبا ضيفا في ملكوت الرب ألم نكن على صواب يا سيدي بلى بلى يا أخي إذن لماذا تخلى عنا الرب؟ لم يتخلى عنا إنه اختبار الرب لإيماننا فنحن على العهد اطمئن يا أخي لن يتخلى الله عنا أبدا إني خائف الموت تجربة قاسية إننا جميعا إلى فناء الموت ملاقين لا محالة وأنت ذاهب إلى رب رحيم أوصيك بأمي يا أخي اطمئن ستكون تحت رعايتي سيدي أخشى أن يرانا أحد فلننصرف من هنا اشرب اشرب أيها العزيز أدونيا سأفتقدكم جميعا يا سيدي وأرجو ألا يحل بكم ما حل بي اطمئن يا أخي سيدي أحدهم آت من بعيد سيدي ماكسيميليان الوداع يا أخي الوداع 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 يا أدونيا في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد لم يكن هؤلاء الفتية أنبياء ولا رسلا ولم يجب عليهم تحمل ما يتحمله الرسل في دعوة أقوامهم إنما كانوا أصحاب إيمان راسخ فأنقروا على قومهم شركهم بالله الواحد الأحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائنا الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا نزلت صورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وفهم الصحابة حينها أن هذه الصورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان والذي يجب أن يكون شاغلهم الأول قبل التمسك بالأرض فالمؤمنون في مكة يعيشون ظرفا مشابها للظرف الذي عاشه فتية الكهف من الاتهاد وغياب الأمل في غد أفضل لذا جاءت صورة الكهف لترصخ معنى وجود إرادة قاهرة لا يعجزها شيء هي التي تتصرف في هذا الكون وأن على المؤمنين أن يثقوا في ربهم وأن لا يقفوا عند ظواهر الأشياء فالأمور تجري بقدر الله الغالب الذي يجب أن يعتصموا به دوما لذا كان للصورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عظائم وشدائت ما لي أراك تحضق في الحضور أيها القائد جوليوس وكأنك تبحث عن أحدهم ألا تلاحظ غياب مكسيميليون؟ لا تشغل بالك به يا عزيزي فهو المقرب للحاكم أنسيت أن هيلين زوجته هي ابنة ديقيانوس؟ وكيف لي أن أنسى؟ فقد فطر قلبي هذا اللعين بزواجه من هيلين بعد أن فضلته علي أنا جوليوس قائد الجيش مرحبا بكم جميعا أرجو أن لا تكونوا قد انتظرتم طويلا فلقد كنت مجتمعا برسل الإمبراطور الأعظم أدريانوس أعنتك الآلهة يا سيدي الجميع يقدرون ما تتحملونه من أعباء الحكم أجل هذا صحيح لقد جمعتكم لأعلمكم بأن الإمبراطور الأعظم أبدى رغبته في حضور احتفالنا بالعيد المقدس لكبير الآلهة إنهما مناسبتان عظمتان يا سيدي ديقيانوس ولابد أن نتجهز لهما إنني ومعي كهنة المعبد نتهيأ لهذه المناسبة ولكن يلزمنا مال كثير يا سيدي تصرف يا كبير الكهنة لا تحمل الدولة ما لا تطيق أيها الوزير أريوس ماذا تقترح؟ أقترح أن نفرض المزيد من الضرائب لتوفير المال اللازم يا سيدي فليكن إذن لا بد أن يتعاون الشعب مع الدولة في توفير ما تحتاجه الآلهة أم يريدون أن يعبدوها هكذا مجانا دون مقابل اسمح لي يا سيدي ديقيانوس أيها العزيز ميشلينيا مستشاري الأمين لماذا تقف بعيداً اقترب؟ ماذا تقترح؟ سيدي إن الشعب يأن من كثرة ما يفرض عليه من ضرائب وأخشى أن لا يستطيع الكثير منهم دفع ما يطلب منهم إنه واجب مقدس أيها المستشار ميشلينيا انتظر يا أريوس أكمل يا مستشاري العزيز ماذا تقترح؟ أقترح أن نقوم نحن وجهاء عيان هذا البلد بتوفير ما يلزم لهذا الاحتفال بدلاً من إرهاق كاهل الشعب بالمزيد من الضرائب ماذا تقول؟ ما هذا الكلام الذي نسمعه؟ نرفض هذا الاقتراح لا لا نرفض هذا الاقتراح إنه يقف ضدنا بجانب الرعاعة أرايت عزيزي ميشلينيا؟ يبدو أن اقتراحك لم يحظى بالقبول لكني أطمئنك يا ميشلينيا إن شعبنا طيب وصبور ولن يتذمر ولكن فلنأخذ رأي مستشاري الأكبر ماكس ميليون ما لي لا أراه بين الحضور؟ طال غيابك هذه المرة يا زوجي الحبيب كيف حالك يا هيلين؟ وكيف حال طفلنا؟ جميعنا بخير ولكن ما لي أرى وجهك حزيناً هكذا؟ مررت على أدنيا أثناء عودتي وأحزنني ما رأيته لقد صلبه المجرمون بعد أن أوسعوه تنكيلاً وتعذيباً أبي لا يتورع عن قتل وتعذيب من أسماهم بالمارقين الذين يرفضون السجود لآلهتهم المزعومة إن جواسيس هذا الخبيث جوليوس تنتشر في كل مكان ولا أريدك أن تمكثي وصغيرنا في هذه البلدة في حال حدث لي شيء ما هذا الذي تقوله يا زوجي؟ كلامك هذا يخيفني لقد اقتنيت داراً في مكان آخر أكثر أماناً ألسنا بأمان هنا وسط أهلنا وديارنا؟ لا يا هيلين لسنا بأمان إنها ديار الكفر والضلال وهل يمكن لأبي أن يؤذينا؟ يمكن أن يفعل أي شيء لو علم حقيقة إيماننا احترس إذن يا زوجي الحبيب احترس وليرحمنا الله أنا لا أملك شيئاً لأدفعه لكم ونحن لا نملك شيئاً سوى هذه الصياط الرحمة خذوا قيمة ما تطلبونه واتركوا لي شيئاً بل سنأخذها كلها لقاء ما عليك من ضرائب يا ويلتي كيف سأعيش أنا وأولادي؟ اذهب وتضرع للآلهة علها تعطيك شيئاً ولدي ولدي يا أدوني أين أنت يا ولدي؟ أين أنت؟ أريد أن أكحل عيني برؤيتك أيها الحبيب أدوني أين أنت؟ على من تنادينا يا خالة أنادي على ولدي ولدي أدوني أريد أن أرأه أدوني إنه صوت ولدي إنه صوت أدوني إنه ولدي ولدي أمي لماذا أتيت إلى هنا؟ إنني أهيم على واجه يا ولدي منذ أن تركتني أعودي يا أمي أرجوك لم أجأ أن تريني هكذا اللهم ارحم ولدي أدوني اللهم ارحم ولدي أرجوك يا أمي لا تبكي خلصه يا إلهي خلصه يا إلهي من عذابه ما هذا النور الذي أراه؟ أي نور يا ولدي بل أنوار أنوار الرب في السماء إنهم ينادونني يلوحون لي إني ذاهب إليهم من هم؟ من هم يا ولدي؟ إنهم ينادونني أشعر بسعادة غامرة لم أعد أشعر بأي ألم إني ذاهب إليهم إني أهات إليكم يا أحبائي يا ولدي اذهب اذهب يا حبيبي اذهب يا ولدي إلى حيث النور الوداع 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 يا ولدي الوداع عد أنت وتركني هنا سيدي هل أحضر إليك مرة أخرى؟ لا فقد دعني وحدي هنا اذهب الآن إلهي إله هذا الكون العظيم لك وحدك أسجد وأتضرع نور أنت يا إلهي نور أنت يا الله أنت الحق يا إلهي وما دونك باطل من؟ من هناك؟ قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ صدق الله العظيم يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن ليس في قصة أصحاب الكهف عجب فقدرته جل وعلا لا حدود لها وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إنما يقصه الله علينا هو أكمل القصص وأحسنها والمراد منها هو الهداية والاعتبار من أخبار الأولين بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف زنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المرتضى وصفوة خلقك المجتبى وعلى آله وسلم الكهف هو المغارة الواسعة والرقيم قيل هو اسم الجبل الذي كان فيه الكهف وقيل إنه اسم القرية وقيل هو لوح سجلت عليه قصة أهل الكهف ووضعت على باب هذا الكهف وقد ذكر أهل التفسير وأصحاب التاريخ عن أهل الكهف روايات كثيرة وقد نهى القرآن عن الجدل في ذلك وعن الممارات في شأنهم قال الله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم ومن خصوصيات سورة الكهف وفضائلها أنها عصمة لقارئها من الفتن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين فهي نور وضياء لقارئها من الجمعة إلى الجمعة الأخرى وبهذا النور تبدد ظلمات الفتن ويستفيد منها صاحبها في معاشه ومماته من؟ من هناك؟ لا تخف لا تخف أيها الراعي منذ متى وأنت هنا؟ هل سمعت شيئا؟ لقد كنت قلت لك لا تخف اهدأ ولا تخش شيئا اسمح لي بالانصراف يا سيدي ما زلنا في أول النهار وأغنامك لم تأخذ حصتها بعد من المرعة أرجوك يا سيدي أتركني أذهب لا أريد أن أصاب بأذن ومن سوف يؤذيك؟ أنت أعلم بهم مني يا سيدي فهيئتك تدل على أنك من ذو الجاه والسلطان وأنا راع فقير لا أملك من الدنيا إلا ما ترى من غنمات وهذا الكلب الوفي ما اسم هذا الكلب؟ اسمه قتمير وأنت ما اسمك أيها الراعي الطيب؟ اسمي مليخة اطمئن لن أتسبب لك في أي أذن اجلس أريد أن أتحدث معك ترى أين ذهب السيد مكسيميليا؟ لقد عاد الخادم وحده هل أعود لسيد جوليوس لأخبره؟ ولكن ماذا أقول له؟ فالأنتظر قليلا فالأفعل ما أمرت به أرصد من يدخل ومن يخرج من هذا القصر أعلم يا سيدي أن الفقراء والمساكين أمثالي هم من يتبعون عقيدة التوحيد ويلجأون إلى الله فرارا من طغيان ديقيانوس وكفرا بهذه الأصنام ولكن كيف لواحد من رجال الحكم أن أعرف ما تريد أن تقول يا أخي إن الله إذا أراد لعبد هداية فلا راد لمشيئته وإرادته ولكن كيف دخل الإيمان قلبك أنت؟ هذه آيات من طورات موسى أنارت قلبي فعرفت الحق وآمنت بالله الوحد لو وجدوها معك لكانت نهايتك إننا نتداول هذه الصحف سرا بيننا وقد نأيت بنفسي عن الناس وعن المدينة وفررت بديني إلى هنا حسنا فعلت يا أخي ولكن إذا سمحت لي يا سيدي أحب أن أعرف أنا أيضا قصة إيمانك إن كلام الله الذي في هذه الصحف هو الذي أنار قلبي وبصيرتي في هذا اليوم كنت في طريق عودتي للمدينة حين رأيت هذا الشيخ ملقا في الطريق والدماء تنزف من وجهه انتظر هنا أيها الخادم ماذا أصابك أيها الشيخ انعض انعض معي شكرا لك يا سيدي شكرا لك يا سيدي وهل كل من يتأخر عن دفع الضرائب يتعرض لهذا التعذيب؟ أوسعوني ضربا ولم يراعوا شيخوختي ولن يتركوني حتى أدفع لهم ما يريدون وكيف تردون بهذا الظلم؟ سأقترح على دقيانوس تخفيف أعباء هذه الضرائب على كبار السن يجب عليك هذا بالفعل فأنت كبير مستشاريه اسمح لي بالانصراف يا سيدي لقد دويت جرحي وأكرمتني شكرا لك خذ هذا المال لتزديد ما عليك بارك الله فيك يا سيدي ماذا قلت؟ لم أقل شيئا لقد قلت قلت الله هل أنت من الموحدين؟ أرجوك يا سيدي أرجوك خذ مالك ودعني أنصرف احتفظ بمالك أيها الشيخ وانتبه لنفسك يمكنك الانصراف انتظر انتظر أيها الشيخ هل معك شيء من هذه الصحف؟ أل كانت صحفا من التوراة؟ أجل كانت هذه الصحف بداية طريقي للإيمان يا لها من حكاية عجيبة وتعددت لقاءاتي مع هذا الشيخ وكثر عددنا وكنا نجتمع في قبو سري ننصط إلى دروسه ومواعذه إن وعد الله حق والحق غالب لا ريب فيه إنكم اليوم قليلون والحقيقة التي كنت تخشى قولها في الظلام ستعلن يوما وتخرج إلى النور وما أمن به في الخلوات سينادى به يوما على رؤوس الأشهاد يوم تبعثون من القبور وتقفون أمام الديان وهل حقا سيحدث هذا؟ هل سنبعث أحياء بعد أن صرنا طرابا؟ كما أنك لم تكن في هذه الدنيا ثم وهبك الله الحياة ألم تر كيف تنبعث الحياة في الأشجار بعد جفافها؟ وماء السماء الذي يحيي الأرض بعد موتها بإذن الله ونحن من هذه الأرض من ترابها وإليها نعود عند الموت ومنها نبعث بإذن الله وكيف ندعو الله ليستجيب لنا ويخرجنا من بلاد الشرك والضلال؟ ما دمت لا تأكل حراما ولا تصلي لصنم فلن يخيب الله رجائك حين تدعوه وكيف لنا أن نعرف أننا مؤمنون؟ الإيمان يا بني كالشجرة الطيبة تعرف من ثمارها فإن رأيت شجرة وجودك تحمل ثمار الصدق والأمانة والمحبة وكان قلبك معلق دائما بالله وباليوم الآخر اعلم وقتها يا بني أنك صادق الإيمان إن قصة أهل الكهف تمتلئ بالآيات الدالة على قدرة الله وعظمته وكيف استطاع مجموعة من الشباب التمسك بدينهم وعقيدتهم ضد الكفر والطغيان لقد أنكروا سرا عبادة الأصنام وكانوا يؤمنون بالله وحده لا شريك له كان الفتية يتقابلون سرا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى ويقيموا الصلاة فبالرغم من أنهم شباب وليسوا شيوخا فقد رفضوا حياة الطرف التي كانوا يعيشونها مع الكفر وفضلوا الحياة الأخرى ليخلد الله ذكراهم في القرآن الكريم إن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمن ويغيثه من كل كرب فالله لا يرد كفسائله بل يؤيده ويحفظه بحفظه فقال سبحانه فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اجتملت سورة الكهف على أربع قصص هي قصة أصحاب الكهف والرقيم وقصة صاحب الجنتين وقصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام وقصة ذي القرنين وتدور كل هذه القصص حول العلاقة بين عالم الغيب وعالم الأسباب أو بين الإيمان والمادية فالحق سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب ولا يمكن للسبب أن يتخطى الحدود التي رسمت له ولكن السبب ليس قيدا على قدرة الله المطلقة فالأسباب قد أوجدها الله لحكمه كما أن إبطالها يكون له حكمه أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجيا بين الناس الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيقوا تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإيذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد لا أدري كيف يعبد هؤلاء الحمقى إلها لا يرونه ويضحون بأنفسهم من أجله لا تزعج نفسك يا سيدي فهو حتى لا يستطيع الدفاع عنهم أو رفع الأذى إنه إله ضعيف كيف يعبد الإنسان إلها لا يعرف شكله ولا يعلم أذكر هو أم أنثى ولا يستطيع صنعة مثال له ها؟ أجبوني كيف؟ لو كان إلها قويا لما كان أتباعه بهذا الضعف والذل فمن يتبعون هذا الدين هم أراضل الناس وعبيدهم انظروا إلى عظمة وهيبة إلهنا الإله القوي الجبار أيها الكاهن الأكبر أمرك يا مولاي عليك بأعمار جميع المعابد أنشئ معابد جديدة وانصب تمثالا لكل إله كي يرى الإمبراطور الأعظم حين يأتي ويحضر احتفالنا كيف أننا نوقر ونعظم آلهتنا ونشيد لها أفخم المعابد إننا نعمل على ذلك وفرضنا المزيد من الضرائب ضعفوا الضرائب على الناس ولا تأخذكم بهم رحمة ومن لا يستطيع الدفع يتم تسخيره في التشييد والبناء لا أريد أن أسمع عذارا ماذا بك يا زوجي؟ أراك شارد الفكر يشغلني أمر ولدي مارتينيوس؟ كثرت الشكوى منه ممن؟ ذكر لي الكاهن الأكبر أنه لم يعد يذهب إلى المعبد ولا يوقر الآلهة لا تشغل بالك يا زوجي العزيز إنه ما زال في مقتبل العمر إنه يسبب لي الكثير من الحرج ولا أريد أن يتسرب أي شيء للإمبراطور حين يأتي فجواسيسه في كل مكان جواسيس؟ هنا داخل القصر؟ داخل القصر وخارجه في كل مكان إنه يغيب دائما عن ناظري ولا أعلم أين هو حديثك الليلة غريب يا مارتينيوس إن ضوء القمر المنعكس على وجهك الملائكي جعلني أحلق في جمالك فيكون مني هذا الحديث ألا تبالغ قليلا يا حبيبي؟ أحسست أني أرى ملكا من ملائكة السماء مارتينيوس تذكر كثيرا كلمة ملائكة وتشبهني بالملاك ورغم أن وقع الكلمة جميل على أذني إلا أني لا أعرف معناها الملائكة يا جميلتي مخلوقات نورانية أسمى وألطف من مخلوقات الأرض تسكن السماء بين النجوم والكواكب تعني أنها تعيش مع الآلهة؟ أي آلهة تقصدين؟ إنه إله واحد فقط خلقنا جميعا وخلق الكون كله هذا الكلام يردده أتباع الدين الجديد وهل يزعجك هذا الأمر؟ إنني فقط أخشى عليك يا حبيبي وددت لو تؤمنين أنت أيضا بهذا الدين يا حبيبتي ها؟ لماذا؟ حتى نتزوج نتزوج؟ أجل أنا مستعدة لفعل أي شيء كي نكون دائما معا أحقا يا حبيبتي؟ حقا يا مارتينيوس أبي قادم أبي قادم إلى اللقاء يا مارتينيوس إلى اللقاء أبي؟ مارتينيوس أين كنت؟ أتجول في المدينة يا أبي وأتفقد أحوالها حقا؟ لماذا تغيبت عن اجتماع الأمس؟ هل كنت تتفقد أحوال المدينة أيضا؟ ماذا تريد أن تقول يا أبي؟ اشتكى لي كبير الكهنة من أنك لم تعد تذهب للمعبد وأنك لا تنحني أمام الإله الأكبر حين تمر به لقد سئمت هؤلاء الكهنة ماذا يريدون مني؟ يجب أن لا يشوب سلوكك أي شائبة فأنا أعدك لمنصب كبير وسيأتي يوم تخلفني فيه في الحكم سيكون أول شيء أفعله هو التخلص من هؤلاء العطلين هل جننت؟ إن سلطاننا وسطوطنا لا تأتي إلا في وجود كهنة المعبد وسدنته في وجودهم ضمان لاستمرار سلطاننا إنهم لا يفعلون شيئا سوى جمع الذهب والفضة إذن ما قيل لي صحيح؟ وما ذاك يا أبي؟ أنك تخالط هؤلاء المارقين الخوانة أنا لا أدري عما تتحدث أبي هل تتهمني بالخيانة؟ سنرى إن كان ما قيل صحيح أم لا أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد أصيب بالعمى إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا ماكس ميليون؟ لا نملك إلا الصبر ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا ماكس ميليون؟ قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه ترجمة نانسي قنقر لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وليست هي الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذن شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولبعدنا عن الصواب إن أصحاب الفطرة السليمة يستدلون على أن الرب الخالق الرازق هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ويشتك الفتية إلى الله أمر قومهم المشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله بلا دليل هذه الآلهة الصماء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر وعط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك بيّنت لنا قصة أصحاب الكهف قيمة الإيمان وأثره العجيب في النفوس المؤمنة فقد ذكرهم الله تعالى بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم فهاجروا من ديارهم ولجأوا إلى كهف ضيق مظلم يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام جبروت القفر والطغيان لقد أدركهم الله بلطفه فقال سبحانه وربطنا على قلوبهم كي يتحملوا ما يصادفهم من شدائد ويصبروا على مفارقة ما كانوا فيه من نعيم فالإيمان الصادق متستقر في القلوب هان كل شيء في سبيله والقصص التي وردت بصورة الكهف بيّنت أن المتاع الحقيقي للحياة الدنيا ليس في المال أو الجاه والسلطان بل يكون بإخلاص العبودية لله وحده إلهي أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيلا اللهم اربط على قلوبنا واهدنا سبيلا الرشاد إنك أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي مكسيميليان اقترب اقترب يا أخي يمليخة اعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك؟ أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره جزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سأعود إلى داري رعاك الله يا سيدي هيا أيها الكسالة تحركوا لقد اقترب موعد الاحتفال جزوسك لعله يحمل من الأخبار ما يصرك طاب يومك يا سيدي ها ماذا عندك؟ لقد كاد يكتشف أمري أيها الغبي كيف ذلك؟ اطمئن اطمئن يا سيدي فلقد حال الظلام دون أن تكتشف هويتي وأسرعت بالفرار يبدو أنني أخطأت بالاعتماد على أبله مثلك ماذا أفعل يا سيدي؟ فأنا أقضي يومي كله أمام داره ولكنه عاد بالأمس سائرا على قدميه بعد أن قضى نحو نصف يوم بعيدا عن داره وأين كان طوال هذا الوقت؟ لا أعلم يا سيدي سأزودك بجواد كي تتبعه أينما ذهب واحضر أن يكتشف أمرك انصرف الآن سمعا وطاعة يا سيدي ماذا تقول يا ماكس ميليون؟ ما ذكرته لك يا أخي ميشلينيا هل وصل الأمر بهذا الخبيث أن يرسل جواسيسه خلفك يبدو أنه لم ينصى أمر زواجك من هيلين لا لا يا ميشلينيا الأمر أبعد من هذا ماذا تعني؟ يجب أن نكون أكثر حذرا وأن نقلل من اجتماعاتنا فربما أنت والجميع أيضا مراقبون كلما اقترب موعد هذا الاحتفال المشؤوم أشعر بأن شيئا جللا سوف يحدث وأنا أشاركك هذا الإحساس لا أتصور أني سأشارك في تقديم القرابين لهذا الإله المزعوم وأني سأنحني أمامه وماذا سنفعل ساعتها؟ أدعو الله أن لا يأتي علينا هذا اليوم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السيد ماكسيميليان كبير المستشارين مرحبا بمستشار الأمين وصهري العزيز اذهب أنت الآن طاب يومك يا سيدي ما لي أراك متجاهما هل حدث الشيء؟ سيدي أرجو أن تكبح جماح قائد الحرس فلقد زادت أفعاله عن الحد من؟ جوليوس؟ إنه لا يفتأ يرسل بجواسيسه يتبعونني أينما ذهبت بل إنهم يقبعون أمام داري السيد جوليوس قائد الحرس اسمح لي بالانصراف يا سيدي انتظر يا ماكسيميليان عمتم مساءً أيها السادة؟ منذ متى وأنت تتجسس على رجالي يا جوليوس؟ إنني أقوم بواجبي يا سيدي في تأمين البلاد فأنتم تعلمون أننا مقدمون على أيام بها الكثير من الأحداث لدرجتي أن تتجسس على رجالي؟ أنا لا أستبعد أي شخص من دائرة الاشتباه أنت إنسان وقح كيف تجرؤ على قول مثل هذا الكلام؟ إن غيابك المستمر عن المدينة في حاجة إلى تبرير يا سيد ماكسيميليان مرة أخرى تتجاوز حدودك أيها القائد سيدي ديقينوس كفا؟ يمكنك أن تنصرف الآن يا ماكسيميليان شوليوس أرجو ألا تشغلك خلافاتك الشخصية عن واجبك الأساسي بالعكس يا سيدي إنني لا أخشى هؤلاء المارقين الذين تنتشر الدعوة الجديدة بينهم انتشار النار في الهشيم فأنا كفيل بهم ولكن أخشى من الخيانة التي قد تأتي من داخل القصر حديثك هذا يزعجني يا جوليوس هل بلغك شيء من داخل القصر يؤكد كلامك؟ ليس بعد يا سيدي إذن فلا تلقي بالتهم جوسفا هذا ما أعمل عليه يا سيدي إن كنت قد استطعت خداع دقيانوس فسيجيء اليوم الذي سأكشف فيه حقيقتك أمامه اهذي يا جوليوس كما تشاء فتهديدك لن يخيفني طرفة عين ولا تظن أن زواجك من ابنته سيحميك من المصير المحدوم لا يخف علي ما يحيك بصدرك أيها الحقود أرجو أن تبقى ثقتك ورباطة جأشك للنهاية وسنرى من سيضحك أخيرا يقول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم أي أن قصتهم ليست من الأمور العجيبة فالآيات السابقة لها الدال على أن الله قد جعل ما على الأرض زينة لها يأنس بها الإنسان ويميل إليها دلت أيضا على أن الله يبدل الأرض بعد أيام قلائل فتصبح ساحة جرداء لا يدع فيها أثرا للزينة وذلك ليشعرنا أن الحياة الدنيا لا تستحق أن يركن الناس إليها وهذا ما وقع لأصحاب الكهف إذ أنامهم الله ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعا فلما استيقظوه لم يعدوا نومهم إلا كنوم يوم أو بعض يوم وهكذا الإنسان يعيش في هذه الدنيا فيميل قلبه إلى زخارفها وزينتها وينصرف عن التفكير في الحياة الآخرة ثم تحين لحظة البعث حين يحيي الله الموتى ويوقظهم من نومهم الثقيل ثم يسألهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ويقول الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فليست قصة أصحاب الكهف بالأمر الجديد بل إن الآيات الكونية حولنا تتقرر وتجري على الإنسان ما دام الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر